أهلاً وسهلاً بطلب الثالثة سنوية في الدرس الثاني من دروس مادة الأحياء واللي هنتكلم فيه عن الدعامة في الإنسان الدعامة في الإنسان بتتم عن طريق الجهاز الهيكلي والجهاز الهيكلي في الإنسان بيدعم الجسم وبيقوم بحماية بعض أعضاءه زي القلب والرعتين والمخ وبيساهم في الحركة بالإضافة إلى أنه بيعطي الجسم الشكل المميز الجهاز الهيكلي في الإنسان بيتكون من خمس حاجات أول حاجة هو الهيكل العظمي واللي بيلقسم إلى هيكل محوري وهيكل طرفي تاني حاجة بتكون من الجهاز الهيكلي هي الغضريف تالت حاجة المفاصل واللي بتلقسم إلى مفاصل لفية ومفاصل غضروفية ومفاصل زرالية وهنشرحهم كلهم بالتفصيل المكون الرابع للجهاز الهيكلي هي الأربطة والمكون الخامس هي الأوطار الهيكل العظمي في جسم الإنسان بيتكون من 206 عظمة كل عظمة بيبلغ شكل وحاجم بيناسب الوظيفة اللي بتقوم بيها فهنا عندنا الهيكل العظمي بينقسم إلى هيكل محوري وهيكل طرفي الهيكل المحوري بيشمع كل من العمود الفقري والجنجمة والقفص الصدري والهيكل الطرفي بيتكون من الحزام الصدري والطرفان العلويان والحزام الحوضي والطرفان السفليان بالإضافة لل206 عظمة اللي بتكون الهيكل العظم في جسم الإنسان بيكون فيه عظام تانية صغيرة ملحقة بالجنجمة وهي العظميات السمعية ودي أصغر ثلاث عظمات موجود في جسم الإنسان وعدادهم ثلاث عظام في كل نحية وبيكونوا موجودين في الأزن الوسطى وهم المتركة والسنداد والركاب والعظم المحيقة الأخيرة وهي العظمي اللامي وضع عظم موجود أعلى الحنجرة وبيتصل به العديد من العضلات الهيكل المحوري بيشمع كل من العمود الفقري والجنجمة والقفص الصدري أول مكون من مكونات الهيكل المحوري هو العمود الفقري العمود الفقري بيعتبر محور الهيكل العظمي العمود الفقري بيتصل من أعلى بالجنجمة وفي منطقة الصدر بيتصل بالقفص الصدري والطرفان العلويان بوسطة عظام الكتف ومن أسفل العمود الفقري بيتصل بالطرفان الصفليان بوسطة عظام الحوض العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة بتلقسم إلى 5 مجموعات وبتختلف في شكلها طبقاً لمنطقة وجودها أول مجموعة من مجموعات العمود الفقري هي الفقرات العنقية والفكرات العنقية بيكون عددهم 7 وبيكون ترتبهم من 1 إلى 7 بتتواجد الفكرات العنقية في منطية العنق وبيكون حجمها متوسطة الحجم ومن حيث نوعها سواء كانت متوفصلة أو غير متوفصلة فالفكرات العنقية بتكون فكرات متوفصلة تاني مجموعة من مجموعات الحمود الفقري هي الفكرات الظهرية أو الفكرات الصدرية عدد الفقرات الزهرية 12 فقرة فبيكون ترتيبهم من 8 إلى 19 بتتواجد الفقرات الزهرية في منطقة الصدر وبيكون حجمهم أكبر من الفقرات العنقية ونوعها من حيث التمفصل بتكون فقرات متمفصلة المجموعة الثالثة من العمود الفقري هي الفقرات الكطنية وعدد الفقرات الكطنية 5 فقرات وبيكون ترتيب الفقرات الكطنية في العمود الفقري من الفقرة العشرين إلى الفقرة الـ 24 بتتواجد الفقرات الكطنية في منطقة البطن وبتكون مواجهة لتجويف البطن والفقرات الكطنية من حيث حجمها هي أكبر الفقرات حجما ومن حيث نوعها بتكون فقرات متمفصلة المجموعة الرابعة من العمود الفقري هي الفقرات العجزية وعدد الفقرات العجزية 5 فبيكون ترتيبهم في العمود الفقري من الفقرة 25 إلى الفقرة 29 ومنطقة تواجد الفقرات العجزية بتكون مبين عزمتي الحرقوفة في الحزام الحوضي حجم الفقرات العجزية بتكون عريضة ومفلطحة ومن حيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة المجموعة الخامسة والأخيرة من العمود الفقري هي الفقرات العصوصية وعدد الفقرات العصوصية 4 فبيكون ترتيبهم في العمود الفقري من الفقرة 30 إلى الفقرة 33 وما كان تواجد الفقرات العصوصية بيبقى نهاية العمود الفقري ومن حيث الحجم في الفقرات العصوصية بتكون صغيرة في الحجم ومن حيث نوعها فهي فقرات غير متمفصلة يعني فقرات ملتحمة احنا قلنا ان عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة ولكن عدد عزام العمود الفقري 26 عظمة وده بسبب التحام من خمس فقرات العجزية معا كعظمة واحدة وبرضو التحام الأربع فقرات العصوصية كعظمة واحدة العمود الفقري بيحتوي على أربع نحنات الانحنات الأول بيكون جهة الخارج في الفقرات العلقية والانحنات التاني بيكون جهة الداخل في الفقرات الزعرية والانحنات التالت بيكون جهة الخارج في الفقرات القطنية والانحنات الرابع والأخير بيكون جهة الداخل للفقرات العجزية والحصوصية تعال بعد كده نعرف تركيب الفقرة العظمية الفقرة العظمية النميزوجية اللي هي الفقرة القطنية بتتكون من أول حاجة جسم الفقرة وده بيكون الجزء الأمامي السميج بعد كده بيبقى فيه الحلقة الشوكية أو الحلقة العصبية وده عبارة عن حلقة عظمية بتتصل بجسم الفقرة من الخلف وتحيط بالقلالة العصبية التي يمتد بدافنها الحبل الشوكي علشان يتم حمايته بعد كده بيكون فيه النتوئين المستعرضين وهم عبارة عن زايدتين عظميتين متصلين بجسم الفقرة من الجانبين وبيحول كل منهما نتوء مفصلي أمامي بعد كده بيكون فيه النتوء الشوكي وده عبارة عن زايدة عظمية موجودة في الخنف ومائلة إلى أسفل بتحملها الحلقة الشوكية والنتوء الشوكي بيحمل نتوئين مفصليين خنفيين وظيفة العود الفقري هو أنه بيعمل كدعامة رئيسية للجسم وبيحمي الحبل الشوكي وبيساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم يبقى كده عدد النتوئات الموجودة في الفقرة العظمية سبع النتوئات وعدد النتوئات المزدوجة في الفقرة النموذجية تلات أزواك وعدد النتوئات الفردية هو نتوء فردي واحد بس أنه هو النتوء الشوط الفقرات بتتمفصل مع بعضها من خلال النتوئات المفصلية فعمدنا الفقرة السفلية بتتمفصل من خلال النتوء المفصلي الأمامي مع النتوء المفصلي الخلفي للفقرة اللي بتكون موجودة فوق منها الجزع هو المنطقة اللي بتتوسط جسم الإنسان وبتشمل الصدر والبطل والحوض وعدد الفقرات المتمفصلة في منطقة الجزع هم 17 فقرة لأن الفقرات المتمفصلة الموجودة في منطقة الجزع بتشمل كل من 12 فقرة ظهرية و5 فقرات قطنية الفقرة اللي بتكون منصفة للعرق هي الفقرة رقم 4 بينما الفقرة اللي بتكون منصفة للعرقم الفقري هي الفقرة رقم 17 ودي بتكون الفقرة الظهرية العشرة نيجي بعد كده للجمجمة والجمجمة هي عبارة عن علبة عظمية بتتكون من جزئين جزء خلفي أو جزء مخي لأنه بيحيط بالمخ وجزء تاني أمامي أو جزء وجهي لأنه بيحتوي على عظام الوجه الجزء المخي أو الخلفي بيتكون من طمن عظام بتتصل ببعضها عند أطراف مسننة مناطق اتصال العظام ببعضها بيكون قوي جدا لأنها بتشكل تجويف بيستكر فيه المخ وبالتالي وظيفتها أن هي تحمي المخ وبيكون موجود في قاعة الجزء المخي صقب أو قناة اسمها الصقب الكبير والجزء ده بيتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي إنما الجزء الأمامي أو الجزء الوجهي بيتكون من 14 عظمة 14 عظمة بتشمل عظام الوجه والفكين ومواضع أعضاء الحس اللي هم العزن والعين والأنف فكده يكون عدد عظام الجمجمة 22 عظمة بالإضافة إلى العظام الملحقة بالجمجمة اللي هم 6 عظميات للسمع 3 في كل جم زايد العظم اللامي فيكون عدد عظام الجمجمة بالعظام الملحقة يساوي 29 عظمة نيجي بعد كده الكفص الصدري والكفص الصدري عبارة عن علبة مغلوطية الشكل بيتصل من الخلف بفكرات الظهرية واللي عددهم 12 فكرة وبيتصل من الأمام بعظمة القص القفص الصدري بيتكون من 12 زوج من الضلوع وهما كان آتي العشر أزواج الأولى بتوصل ما بين الفكرات الظهرية وعظمة القص في الأمام والزوجان الأخيران اللي هم اللي 11 وال12 بيكونوا سيارين وما بيتصلوش بعظمة القص علشان كده بيطلق عليهم اسم الضلوع العائمة وبيتصلوا بالفكرتين رقم 18 و 19 للعمود الفقري اللي هم الفقرة الـ 11 والـ 12 الظهرية والضلع هو عبارة عن عظم مكوسة تنحني إلى أسفل وتتصل من الخلف بجسم الفقرة العظمية ونتوءها المستعرة وعدمة القص عبارة عن عظم مفلطحة ومدببة من أسفل جزئها السفلي غضروفي بيتصل بها العشر أزواج الأولى من الضلوع وظيفة القفص الصدري هي حماية القلب والرأتين بالإضافة إلى أن حركة الضلوع المتكونة للقفص الصدري بتساعد في عملية التنفس بحيث أن الضلوع بتتحرك أثناء عملية الشهيك إلى الأمام والجانبين وبتتحرك أثناء عملية الزفير عكس اللي بيحصل في عملية الشهيك وبالتالي بتضغط على الرأتين فتخرج الهوى من الرأتين وبيكون مجموع عظام القفص الصدري سبعة وتلاتين عظمة اللي هما 12 زوج من الضلوع يعني 24 عظمة زائد عظمة القص يبقى كده 25 زائد 12 فقرة زهرية فبيكون المجموع الكل سبعة وتلاتين عظمة وعدد العظام المتصلة بعظمة القص هما 22 عظمة الـ 22 عظمة هما مجموع 10 أزواج الدلوع يعني 20 عظمة زائد 2 اللي هما عظمتاي الطرق هو وبالتالي يكون مجموع العظام المتصلة بعظمة القص 22 عظمة نوضح الحزام الصدري والطرفين العلويين الحزام الصدري بيتكون من نصفين متماسلين كل نصف منهم بيتكون من عظمة لوح الكتف وعظمة الترقوة عظمة الترقوة هي عبارة عن عظمة رفيعة باطنية وباطنية يعني موجودة جهة الأمام جهة البطن والترقوة بتتصل من الأمام بعظمة القص ومن الجانب بتتصل بعظمة لوح الكتف وعظمة لوح الكتف هي عظمة ظهرية يعني عظمة خلفية جهة الظهر وبتكون مسلسة الشكل وطرفها الداخلي بيكون عريض والخارجي بيكون مدبب وبيحتوي على نتوه بتتصل به عظمة الترقوة عظمة لوح الكتف بتحتوي على تجويف اسمه التجويف الأروح والتجويف الأروح ده بيكون موجود عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف وبيستقر فيه رأس عظمة العدد علشان يكون مفصل الكتف وبالتاني بيكون إجمالي عدد العظام المكونة لحزام الكتف في الجانبين أربع عظام وهم اتنين توقوة واثنين لوح كتف وعدد العظام المكونة لمفصل الكتف بالجانب الواحد اتنين وهم عظمة لوح الكتف وعظمة العطود نجي بعد كده للطرفين العلويين بيتكون كل طرف علوي من عظمة العدد ودي عظمة بتبدأ برأس بيستكر في التجويف الأروح وبيكون موجود أسفالها نتوه داخلي بعد كده الساعد والساعد بيتكون من عظمتين اللهم عظمة الزند وعظمة الكعبرة والزند دي عظمة بيحتوي طرفها العلوي على تجويف بيستكر فيه النتوء الداخلي للعدد والكعبرة هي بتكون أصغر حجما من الزند وبتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بعد كده بيكون فيه عظام اليد وعظام اليد بتشمل كل من رزغ اليد وراحة اليد وأصابع اليد رزغ اليد بيتكون من 8 عظام في صفين بيتصل طرفهم العلوي بالطرف السفلي للكعبرة وعظام رزغ اليد مش بيكون متصلين بعظمة الزند والطرف السفلي لعظام رزغ اليد بيكون متصل بعظام راحة اليد وعدد عظام راحة اليد وهم خمس عظام رفيعة ونصططيلة بتؤدي إلى عظام الأصابع الخمسة بعد كده عصابع اليد الخمسة وأصابع اليد الخمسة بيتكون كل منهما من 3 سلميات رفيعة معدها صباعي لبهان بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون مجموعة عظام الطرف العلوي الواحد هم 30 عظمة وهم عظمة العدد وعظمطي الساعد اللي هم عظمة الكعبرة والزند وعظام اليد بيكون 8 في رزغ اليد وخمسة في راحة اليد و14 سلمية فبيكون الإجمال كله 30 عظمة وفي الوضع التشريحي بتكون عظمة الكعبرة جات الخارج في نفس جات إصبع اليد ولما بتتحرك عظمة الكعبرة حركة نصف دائرية حول عظمة الزند السابتة بتظهر الكعبرة متقطعة مع عظمة الزند على شكل حرف الـ X وعدد العظام المكونة لمفسر القوع بيكونوا 3 عظام وهم العدد والكعبرة والزند نيجي بعد كده للحزام الحوضي والطرفين السفلية الحزام الحوضي بيتكون من نصفين متماثلين بيلتحمين مع بعض من الناحية الباطنية في منطقة اسمها الارتفاق العاني والارتفاق العاني هو عبارة عن نسيج بيشكل موضع التحام نصفي عظام الحوض المتماثلين في الناحية الباطنية الأممية وبيتكون كل نصف منهم من الحرقوفة الزهرية والعانة والورك حيث أن عظمة الحرقوفة الزهرية بتتصل من الناحية الباطنية الأممية بعظمة العانة ومن الناحية الباطنية الخلفية بعظمة الورك وبيكون موجود تجويف عميكة عند موضع اتصال عظام الحرقوفة والورك والعانة والتجويف ده بيسمى تجويف الحقي وبيستكر فيه رأس عظمة الفاخد علشان يكون مفصل الفاخد عظام كل نصف من النصفين بتلتحم مع بعضها مكونة عظمة واحدة وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الحوض اللي هم عظمتين الحزام الحوضي اللي موجودين على الجانبين زايد عظمة العجز زايد عظمة العصص وسريعا كده تعال نشوف الفرق ما بين الحوض في الزكر والحوض في الأنسة عظام الحوض في الأنسة بتكون أقل قوة وتجويف الحوض في الأنسة بيكون أكثر اتساعا من تجويف الحوض في الزكر علشان تلائم عملية الحمل والولادة بعد كده الطرفين السفليين وكل طرف منهم بيتكون من الفاخد وده عبارة على العظمة بتبدأ برأس بيستكر فيه التجويف الحقي اللي بيكون مفصل الفاخد وبيكون موجود في أسفلها نوتوئين كبيرين بيتصلوا بالساق عند مفصل الرجبة اللي بيكون موجود قدامه عظمة الرطفة والرطفة هي عبارة عن عظمة صغيرة مستديرة الشكل وبتكون موجودة قدام مفصل الرجبة بعد الفاخد بيكون فيه الساق وبيتكون من عظمتين وهم القصبة وديه العظمة الداخلية والشازية وديه العظمة الخارجية بعد الساق بيكون فيه عظام القدم وبيشمل كل من رزغ القدم ومشط القدم وأصابع القدم رزغ القدم بيتكون من سبع عظام غير منتظمة الشكل أكبرها هي العظمة الخلفية اللي بتكون كعب القدم ومشط القدم بيتكون من خمس عظام رفيعة وطويرة بتنتهي كل منها بالأصابع وأصابع القدم مما خمس أصابع بيتكون كل منها من ثلاث سلميات رفيعة مع عادة صباع الابهام اللي بيتكون من سلميتين فقط وبالتالي بيكون إجمالي عدد عظام الطرف السفلي في الجانب الواحد ثلاثين عظمة وهم عظمة واحدة اللي هي عظمة الفغت وبعد كده عظمة الرطفة وعظمتي الصاك اللي هي الكسب والشازية زائد عظام القدم اللي هما سبعة في رزغ القدم زائد خمسة مشط القدم زائد أربعة عشر سلمية في أصابع القدم وبيكون أقل العظام تأثيرا على حركة الجزء السفلي للطرف السفلي هي عظمة الشازية وبيكون إجمالي عدد العظام المكونة لمفصل الرجبة ثلاثة عظام وهم عظمة الفغز زائد الرطفة زائد القصبة وبيكون إجمالي عدد التجويف الموجودة في الهيكل الطرفي كله هما الست تجويف وهم بالترتيب اتنين تجويف أروح في الجانبين واثنين تجويف حقي في منطية الحوض وتجويفين موجودين في عظمتي الزند وتعالى كده نشوف شوية ملحوظات على الهيكل الطرفي عندنا أول حاجة موضع اتصال نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية البطنية الأمامية بيكون الارتفاق العاني وموضع اتصال نصفية عظام الحوض المتماثلين من الناحية الزهرية الخلفية هما الفقرات العجزية وأي طرف سواء كان علوي أو سفلي بيتكون من 30 عظمة وده بسبب زيادة عظمة الرطفة في الطرف السفلي مع نقصة عظمة من رزق القدم السفلي وبالتالي بيكون العدد متساوي ومفصل الرجبة هو أكبر مفاصل الجسم وأقصرها تعقيدا ومفصل الكتف هو أكثر مفاصل الجسم المرونة علشان كده بيكون عرضة لنخلع بصورة مستمرة ومفصل الفاغد بيكون أكثر استقرارا من مفصل الكتف لأن التجويف الحقي الموجود في مفصل الفاغد هو أكثر عنقا واتساعا من التجويف الأروح في مفصل الكتف ومن أنواع العظام في جسم الإنسان عندنا عظام طويلة ودي بتكون استوانية التركيب ومجوفة وليها نهايتين عند كل طرف زي العدد والفاغد وعظمة القصبة والنوع الثاني عظام مسطحة ودي بتكون مفلطحة الشكل وعريضة زي لوح الكتف والقص وعظام الجمجمة والنوع الثالث عظام قصيرة ودي بتكون عظام قوية ومتينة وأبعادها بتكون متساوية نسبيا زي عظمة الرطفة والنوع الرابع العظام الغير منتظمة ودي بتكون مختلفة في الشكل والأبعاد زي الفقرات وعظمة التركوة بتنتمي إلى العظام الطويلة ولكنها بتكون العظمة الطويلة الوحيدة الموجودة في الوضع الأفقي في جسم الإنسان والباقي بيكون ممتد بشكل رأسي ولكن نجي نعمل مقارنة كده ما بين عظمة الكعبرة وعظمة الزند من حيث الحجم عظمة الكعبرة بتكون أصغر حجما وعظمة الزند بتكون أكبر حجما ومن حيث الحركة عظمة الكعبرة بتتحرك حركة نصف دائرية حول عظمة الزند وعظمة الزند بتكون ثابتة وغير متحركة ومن حيث الاتصال برزغ اليد عظمة الكعبرة بتتصل من الأسفل بالطرف العلوي لرزغ اليد وعظمة الزند لا تتصل بعظام رزغ اليد ومن حيث الوضع التشريحي عظمة الكعبرة بتكون موجودة جهة الخارج وعظمة الزند بتكون موجودة جهة الداخل النهاردة في جزء الثالث من درس الدعامة في الإنسان هنشرح الغضريف والمفاصل والأربطة والأوطار الغضريف هي عبارة عن نوع من الأنسجة الضمة بتتكون الغضريف من خلايا غضروفية ولا تحتوي على أوعية دموية ولكن الغضريف بتحصل على غزاها والأكسوجين من خلايا العظام بخاصية الانتشار اللي هو تعريف انتقال الجزئيات من وسط زوتركيز مرتفع إلى وسط زوتركيز منخفض تعالوا تشوف كده أماكن تواجد الغضريف أول حاجة الغضريف بتشكل بعض أجزاء الجسم زي الأنف والأزن والشعب نوائيا الرئتين ده هير إنها بتوجد غالبا عند أطراف العظام وخاصة عند المفاصل بين فقرات العمود الفقري وظيفة الغضريف هي حماية العظام من التآكل بسبب احتكاكها المستمر ببعضها واسم الإنسان بيحتوي على ثلاث أنواع من الغضريف أول نوع هي الغضريف الشفافة أو الزجاجية ودي بتكون قوية ومرنة زي الغضريف اللي موجودة في الأنف والشعب الهوائي للرئتين والأسطح المتمفصلة والنوع الثاني هي غضريف لفية ودي بتكون أكثر قوة ومتانة زي الأقراص الغضروفية الموجودة ما بين الفقرات وملطية الارتفاق العاني والنوع التارت من الغضريف بتكون غضريف مرنة ودي بتكون من اسمها أكثر مرونة زي سوان الأزن ولسان المزمار اللي بيمنع مرور الأكل والمية في مجرى التنفس نيجي بعد كده للمفاصل والمفاصل بتتصنف إلى ثلاث أنواع حسب طبيعة النسيج اللي بيلبط لبين العظام وبعدها فعندنا المفاصل اللي فيها ومفاصل الغضروفية ومفاصل زلالية المفاصل اللي فيها من خصائصها أن العظام بتلتحم عند المفاصل دي بوسطة أنسجة ليفية بتتحول مع تقدم العمر إلى أنسجة عظمية ومعظمها لا يسمح بالحركة زي المفاصل اللي موجودة ببين عظام الجنجمة والمفاصل الغضروفية من خصائصها هي أنها بتربط مبين نعيات بعض العظام المتجورة ومعظمها يسمح بحركة محدودة زي المفاصل اللي موجودة مبين فقرات العمود الفقري وبرضو المفاصل الغضروفية لا توجد مبين جميع فقرات العمود الفقري لأنه لا يوجد مفاصل غضروفية بين الفقرات العجزية وبعضها والفقرات العصوصية وبعضها لأن الفقرات دي فقرات ملتحمة معا والمفاصل الزرالية من قصائصها أن هي بتشكل معظم مفاصل الجسم وبتكون مرنة علشان تتحمل الصدمات والمفاصل دي بتسمح بسهولة الحركة بحيث أن سطح العظام المتلمسة في هذه المفاصل بيتم تغطيته بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء مما يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك والمفاصل الزرالية بتحتوي على سائل مصلي أو زرالي بيسهل من انزلاق الغضريف التي تكسوها أطراف العظام المفاصل الزرالية بتنقسم حسب نوع الحركة إلى مفاصل محدودة الحركة ومفاصل وسعة الحركة المفاصل محدودة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة إحدى العظام في اتجاه واحد بس زي مفصل القوع ومفصل الرجبة والمفاصل وسعة الحركة هي المفاصل اللي بتسمح بحركة العظام في اتجاهات مختلفة زي مفصل الكتف ومفصل الفاكر وبشكل مختصر كده المفاصل الزرالية بتتميز بأربع صفات علشان تلاهم وظيفتها وأول صفة هي إنها مرنة علشان تتحمل الصدمات تاني صفة بتحتوي على سائل مصلي أو زلالي علشان تسهل من انزلاك الغضريف التي تكسو أطراف العظام عند المفاصل تعيد صفة إن سطح العظام المتلامسة في المفاصل دي بيغطى بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء علشان يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل اعتكاك والصفة الرابعة إن المفاصل الزرالية بيوجد عندها الأربطة علشان تلبط العظام ببعضها عند المفاصل وتحدد حركة العظام في الاتجاهات المختلفة وعند غياب السائل الزرالي بمفصل الرجبة بيحدث تآكل الغضريف التي تكسو أطراف العظام المكونة لمفصل الرجبة نتيجة احتكاك هذه الغضريف ببعضها مما يؤدي لصعوبة حركة المفصل وعلى المدى البعيد قد تتعرض العظام للتآكل أيضا ومن ضمن المنحوظات اللي لازم ناخد بنا منها إن المفاصل الزرالية والغضروفية بتحتوي على أربطة بتربط العظام ببعضها نيجي بعد كده للأربطة والأربطة عبارة عن حزم منفصلة من المسيج الضم النيفي بيتم تثبيت أطرافها على عزمطي المفصل ومن خصائص الأربطة إن هي بتتميز بالمتانة الكوية ووجود درجة من المرونة بتسمح بزيادة طنها قليلا حتى لا تنقطع في حال التعرض المفصل لضغط خارجي وظيفة الأربطة هي ربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحديد حركة العظام عند المفاصل في الاتجاهات المختلفة ومن أمثلة الأربطة عندنا الأربطة الموجودة في مفصل الربع وهي الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي اللي بيربطه ما بين عظمة الفاغز بعظمة الكصبة والرباط الوسطي أو الداخلي وده بيربط ما بين عظمة الفاغز وعظمة الكصبة والرباط الصليبي الجانبي أو الخارجي وده بيربط ما بين عظمة الفاغز وعظمة الشزية وبعض الحالات ممكن يحصل تمزق الأربطة وده بسبب حدوث التواء في بعض المفاصل زي الرباط الصليبي في مفصل الربع فبقى بشكل مفتصر كده عندنا عظمة الفاغز بترتبط بعظمة الكصبة بواسطة 3 أربطة وهو الرباط الوسطي والرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي نيجي بعد كده للأوطار والأوطار عبارة عن نسيج ضم قوي وظيفة الأوطار هي أنها بتربط العضلات بالعظام عند المفاصل وبالتالي بتسمح بالحركة عند انكباض وانبساط العضلات ومن أمثلة الأوطار عندنا وطر أخيل وده أهميته هو أنه بيوصل ما بين العضلة التوأمية اللي هي عضلة بطن الصاق بعظمة الكعب وبالتالي بيساعد على حركة كعب القضاء ومن الحالات المشهورة دايما حالة تمزق وطر أخيل وتمزق وطر أخيل بتكون أسبابه بازل مجهود عنيف أو تقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعرض تمزق وطر أخيل عدم القدر على المش وسكل في حركة القدم وألام حدة وبيتم علاج تمزق وطر أخيل من خلال 3 أساليب معينة أول أسلوب هو استخدام الأدوية المضادة للإنتهابات والمسكينة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي وده بيكون في حالة تمزق الوطر كاملا ومن أبرز نوعة الاختلاف ما بين الأربطة والأوطار لما بيحصل تمزق للأربطة بيكون الالتقام بطي وبيستغرق مدة زمنية وده بسبب أن الأربطة بيغزيها عدد أقل من الأوعية الدموية على عكس الأوطار اللي بيوصلها دم أكتر من الأربطة ومن النقطة المهمة اللي لازم برضو نفض بنا منها هو الفارغ ما بين المنظر الأمامي والمنظر الخلفي لمفصل الرجبة عندنا المنظر الأمامي لمفصل الرجبة بيتم تحديده يأما عن طريق وجود عضمة الرطفة أو وجود لؤمة واحدة بس في نهاية عضمة الفاغ في حالة إزالة عضمة الرطفة أو البروز الموجود في عضمة القصبة من الأمان وفي المنظر الخلفي للرجبة بيتم تحديده عن طريق وجود لأمتين في نهاية الفاغ أو زبور رأس عضمة الشازية كاملة من غير ما تكون عضمة القصبة مغطية على جزء منها وحتى كده إضافية تعالى نعمل مقارمة ما بين تمزق الرباط الصليبي وتمزق وطر أخيل تمزق الرباط الصليبي أسبابه حدوث التواء أو فقد الرباط مرنته أو تعرض مفصل الرجبة لضغط خارجي كوي إنما أسباب تمزق وطر أخيل هو بازل مجهود عنيف وتقلص العضلة التوأمية بشكل مفاجئ أو إنعدام المرونة في العضلة التوأمية وأعراض تمزق الرباط الصليبي عدم القدرة على المشي وألام حادة وتورم سريع عند مفصل الرجبة وإنعدام السبات في مفصل الرجبة إنما أعراض تمزق وطر أخيل عدم القدرة على المشي وألام حادة وسكل في حركة القدم بيتم علاق تمزق الرباط الصليبي باستخدام أدوية مضادة للالتهابات ومسكنة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في بعض الحالات أو الرفع التامة وعدم بازل مجهود حركي وبيتم علاق تمزق وطر أخيل باستخدام برضو الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنة للألام أو استخدام جبيرة طبية أو التدخل الجراحي في حالة لو كانت تمزق كاملا وبكده نبقى خلصنا درس الدعامة في الإنسان بالكامل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين والحركة في جسم الإنسان بتعتمد على التعاون والتناسق ما بين ثلاث أجهزة رئيسية وهما الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي والجهاز العضلي الجهاز الهيكلي بيشكل مكان مناسب لاتصال العضنات وبيعمل كدعاء من الأطراف المتحركة والمفاصل بتقوم بدور مهم في حركة أجزاء الجسم المختلفة إنما الجهاز العصبي بيلعب دور مهم في حركة الجسم بحيث أن الجهاز العصبي بيعطي الأوامر للعضلات على شكل سيالات عصبية فبتم الاستجابة في صورة انكباض أو انبساط للعضلات وبالتالي بتحصل الحركة والجهاز العضلي مسؤول عن حركة أجزاء الجسم بحيث أن انكباض وانبساط بعض العضلات يؤدي إلى حدوث الحركة وبيتمثل الجهاز العضلي في العضلات الإراضية والعضلات اللا إراضية العضلات الإراضية هي اللي بيقدر الإنسان يتحكم فيها وبتشمل معظم عضلات الجسم إنما العضلات اللا إراضية هي العضلات اللي ما بيقدرش يتحكم فيها الإنسان وبتشمل العضلات الملساء وعضلة القلب والجهاز الهيكالي تم شرحه قبل كده ويلا بنا دلوقتي نشرح الجهاز العضلي والعضلة الهيكالية وتركيب القطعة العضلية وآلية الانكباض والوحدة الحركية الجهاز العضلي في جسم الانسان بيتكون من مجموعة وحدات تركيبية تسمى العضلات يعني الجهاز العضلي هو عبارة عن مجموعة عضلات الجسم والعداداتهم حوالي 620 عضلة والعدادات في جسم الانسان بتنقسم الى 3 انواع رئيسية اول نوع هو العضلات الهيكالية skeletal muscles وده العضلات اللي بترتبط بالاعزام وبتساعد عن الحركة والتحرك وبتعمل بشكل اراضي وبتحت سيطرة الجهاز العصبي الاراضي والنوع التاني هو العضلات الملساء smooth muscles وده العضلات اللي بتكون موجودة في الامعاء ولوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز البولي وبتعمل بشكل غير اراضي وتحت سيطرة الجهاز العصبي اللا اراضي والنوع التالت هو العضلة القلبية cardiac muscle وده العضلات اللي بتكون موجودة في القلب وبتعمل بشكل غير اراضي تحت سيطرة الجهاز العصبي اللا اراضي والعدادات هي عبارة عن مجموعة من الانسجة العضلية واللي بتكون معروفة باسم اللحم وخصائص العضلات هي انها بتكون خيطية الشكل بصفة عامة وبيكون لها القدرة على الانكباض والانبساط ووظائف العضلات بشكل عام في جسم الانسان هي انها بتكون ضرورية علشان تقدي النشاطات الوظائف التالية اول حاجة العضلات بتكون بوظيفة الحركة وبتشمل تغيير وضع عدو معين من الجسم بالنسبة لبقية الجسم وبالتالي تحريك اجزاء الجسم المختلفة واداء الانسان لحركاته الميكانيكية تاني حاجة الانتقال من مكان لاغ تالت حاجة المحافظة على وضع الجسم في الجلوس او الوقوع وده بفضل عضلات الرهبة والجزع والاطراف السفلية رابع واخر حاجة استمرار بحركة الدم داخل الاوعية الدموية والمحافظة على الضغط الدم الطبيعي نتيجة انكباض العضلات الملساء اللي هي النهاراتية الموجودة في جدران الاوعية الدموية تعالوا بعدك ها نشوف تركيب العضلة الهيكلية العضلة الهيكلية بتتركب من عدد كبير من خيوط رفيعة وتمسكة مع بعضها بتسمى الالياف او الخلايا العضلية الالياف او الخلايا العضلية بتكون موجودة دايما في صورة مجموعات معروفة باسم الحزم العضلية والحزمة العضلية بتكون محاطة بغشاء معروف باسم غشاء الحزمة تعالوا بعد جدا نتعمق اكتر ونشوف الليفة او الخلايا العضلية بتتكوى من ايه الليفة او الخلايا العضلية بتتكوى من المادة الحية اللي هي البروتوبلازم ودي بتشمل كل من السيتوبلازم معدد كبير من الانوية والسيتوبلازم في العضلات بيكون معروف باسم الساركوبلازم والليفة العضلية بتكون محاطة من الخارج بغشاء بيطلق عليه اسم غشاء الليفة ومعروف باسم الساركو بيكون محيط بالساركوبلازم والليفة العضلية بتحتوي على مجموعة الليفات العضلية بيتراوح عددها من الف لالفين لليفة بتكون مترتبة طوليا وموازية للمحور الطولي للعضلة نفسها يبقى لما يجي مسلا يقول لك كم عدد الليفة العضلية الموجودة في خمس الياف عضلية او خلايا عضلية هندرب الالف في خمسة يبقى معنا خمس تلاف وبعد كده ندرب الخمسة تانية في الفين يبقى عشر تلاف يبقى بيتراوح عدد الليفة العضلية من خمس تلاف لعشر تلاف في خمس الياف عضلية او خمس خلايا عضلية ولما يجي سألك أقصى عدد من الليافات العضلية موجود في 10 ألياف عضلية يبقى نضرب العشرة في 2000 يبقى 20 ألف ولما يقول لك أقل عدد يبقى نضرب الألف في 10 يبقى 10 ألف تعال بعد كده نتحمق أكتر ونعرف كل الليافة عضلية بتتكون من إيه كل الليافة العضلية بتتكون من مجموعة من الأكرس أو المناطق المضيئة واللي بيرمز لها بالرمز I والمعاطق المضيئة دي بتتكون من مجموعة خيوط بيروتينية رفيعة معروفة باسم إيلاكتين وبيقطح في منتصفها خط داكن بيظهر كخط متعرج على شكل زجزاك علشان كده بيرمز لها بالرمز Z بعد كده الليافة العضلية بتحتوي على مجموعة من الأكرس أو المناطق الداكنة واللي بيرمز لها بالرمز A والمعروتك الدكينة دي بتتكاون من خيوط الأكتين بالإضافة إلى النوع الثاني من الخيوط البريطانية اللي بيكون عريض شوية واسمه الميوسين وبيتوسطها منطقة شبه مضيئة بيرمز لها بالرمز H والمنطقة شبه المضيئة دي بتحتوي على خيوط الميوسين السميكة فقط فبقى دلوقتي عندنا مصطلح اسمه القطعة العضلية أو الساركومير والقطعة العضلية أو الساركومير هي المسافة ما بين كل خطين متتاليين من الزد والموجودين في منتصف المناطق المضيئة فيه اللي يفع العضلية وبالتالي بنستنتج ان المناطق اللي بيكون فيها هكتين بس هي المناطق المضيئة اللي بيرمز لها بالرمز I وبيكون في منتصفها خط داكن بيرمز لها بالرمز Z والمناطق اللي بيكون فيها ميوسين بس دي المناطق بيطلق علي اسم المناطق شبه المضيئة واللي بيرمز لها بالرمز H والمناطق اللي بيكون فيها هكتين وميوسين مع بعض بيطلق علي اسم المناطق الدكنة واللي بيرمز لها بالرمز A وكمان بناستنتج المناطق الداكنة والموضية بتكون موجودة في العضلات الهيكلية والقلبية بس علشان كده بيطلق عليها اسم العضلات المخططة والمناطق الداكنة والموضية مش بتكون موجودة في العضلات الملساة علشان كده بيطلق عليها اسم العضلات غير المخططة وبيكون عدد المناطق شبه المضيئة اللي هي رمزها H بيساوي عدد المناطق الدكنة اللي رمزها A اللي اتنين بيساوي عدد الكطع العضلية وبيكون عدد المناطق المضيئة الكاملة اللي رمزها I بيساوي عدد الكطع العضلية ناقص واحد وعدد الخيوط الدكنة اللي هي Z بيساوي عدد القطعة العضلية زايد واحد. وده شكل بيوضح جزء من تركيب العضلة الهيكلية تحت الميكروسكوب الالكتروني. فبنستنتج ان دي المنطقة المضيئة اي اللي بتحتوي على خيوط الاكتين بس بيتوسطها خط داكن بيرمز لها بالرمز زد. ودي المنطقة الداكنة اللي بيرمز لها بالرمز ايه. واللي بتحتوي على خيوط الاكتين والميوسين معا. وبيكون في منتصفها المنطقة شبه المضيئة اللي بيرمز لها بالرمز ايتش. وبتحتوي على خيوط الميوسين فقط. وتعالى كده بشكل مقتصر وسريع نراجع على تركيب العضلة الهيكلية. احنا قلنا ان العضلة الهيكلية بتتكون من حزم عضلية. كل حزم عضلية بتكون محاطة بغشاء بيطلق عليه اسم الغشاء الحزمة. والحزم العضلية بتتكون من الاليافة والخلايا العضلية. وكل ليفة العضلية بتتكون من غشاء ليفة العضلية والمعروف باسم ساركوليمة. وبتتكون من المادة الحية انه هو البروتوبلازم. وبروتوبلازم الخلايا العضلية بيتكون من سيتوبلازم معروف باسم ساركوبلازم. هو يحتوي على عديد من الانوية. والسيتوبلازم في خلية عضلية بيحتوي على لليفات عضلية. بكل لليفة عضلية بتتكون من مناطق مضيئة بيرمز لها الرمز اي. كل منطقة داكنة بتتكون من خيوط اكتين وخيوط ميوسين بيتوسطها منطقة شبه مضيئة بيرمز لها بالرمز اتش. ودي بتحتوي على خيوط ميوسين فقط. تعال دلوقتي نعرف ازاي بيحصل الانكباض العضلي. العضلات هي المسؤولة عن حركة الجسم. وده بسبب قدرتها على الانكباض والانبساط. بيتم انكباض العضل الهيكلية تحت تأثير الاشارات او السيالات العصبية. وفي السيولوجية استجابة العضلة للاشارة العصبية. بيتمي بالتنصيق وتأذر ما بين الجهاز الحيكلي والجهاز العصبي والجهاز العضلي. فلما ينتقل السيال العصبي الى العضلة الهيكلية. حالة العضلات الهيكلية الاراضية قبل استتبال السيالات العصبية بتعرف باسم حالة الراحة. فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفا العضلية يحمل شحنات مجمع. والسطح الداخلي لغشاء الليفا العضلية بيحمل شحنات سالبة فبينشأ فرق في الجهد نتيجة الفرق في تركيز الأيونات ما بين خارج وداخل غشاء الليفة العضلية والحالة دي بتقرب باسم حالة الاستقطاب يعني الاستقطاب هو عبارة عن حالة غشاء الليفة العضلية لما بيكون سطحها الخارجي موجبا وستطحها الداخلي سالبا بعد كده بتبدأ تستقبل العضلات العيكلية الإراضية السيال العصبي فبيتم تسمية الحالة دي بحالة الإصارة ويعتبر المؤثر اللي بيسبب انكباض العضل الاهيكلية هو وصول السيالات العصبية من المخ والحبل الشوكي عن طريق الخلايا العصبية الحرقية اللي بتتصل نهاياتها العصبية اتصالا محكما بالليفة العضلية فبتكون منطقة اسمها منطقة التشابك العصبي العضلي لما بيوصل السيال العصبي إلى الحويصرات الموجودة بالنهايات العصبية للخلايا العصبية بتدخل أينات الكالسام إليها فبتعمل على تحرير بعض المواد الكيميائية اللي معروفة باسم النواكل العصبية زي الأسطايل كولين فبتنتقل النواكل العصبية في الفراغ الموجود ما بين النهايات العصبية وغشاء الليفة العضلية لحد ما توصل إلى سطح الليفة العضلية الأراضية فبيتلاشى فرق الجود على غشاء الليفة العضلية وبيحصل إنعكاس للشحنات يعني السطح الداخلي لغشاء الليفة العضلية بيصبح موجبا والسطح الخارجي بيصبح سالبا وده بسبب زيادة نفذية غشاء الخالية لأيونات السوديوم الموجبا اللي بتتضفق بسرعة داخل غشاء الليفة العضلية وفي الوقت ده بيتم تسمية حالة غشاء الليفة العضلية بحالة اللا استقطاب وده اللي بيؤدي إلى انكباض العضل فيبقى اللا استقطاب هو حالة غشاء الليفة العضلية عندما يكون سطحها الخارجي سالبا وسطحها الداخلي موجبا بعد ما ينتهي تأثير السهيلات العصبية بنرجع لحالة العودة إلى الراحة فرق الجود على غشاء الليفة العضلية بيعود إلى وضعه الطبيعي بعد جزء من الثانية وده بفعل عمل إنزيم الكولين أستريز وده إنزيم بيكون متوفر في نقاط الاتصال العصبي العضلي واللي بيعمل على تخطيم مادة الاسطايل كولين ويحولها إلى كولين وحمض خليه وبالتالي بيبطل عملها فيزول تأثير المنبه وتبدأ تعود نفزه ضيشها الليفة العضلية إلى وضعها الطبيعي في حالة الراحة اللي هي قبل استقبال السيال العصبي يعني العودة إلى حالة الاستقطاب بحيث إنها تقدر تستعب المؤثر الجديد وتكون مهيئة للاستجابة للمحفز مرة تانية بشكل مختصر كده تعالى نشوف إيه اللي بيحصل على الليفة العضلية عند بدوس الإنكباض العضلي حالة الراحة بتكون قبل استقبال السيال العصبي فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية موجباً والسطح الداخلي سالباً والحالة دي بتعرف باسم حالة الاستقطاب وبينشأ فرع في الجهد نتيجة الفرع في تركيز الأيونات بين خارج وداخل غشاء الليفة العضلية وحالة العضل نفسها في الوقت ده بتكون منبسطة إنما حالة اللي صارة بتحصل عند وصول السيال العصبي فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية سالب والسطح الداخلي موجب والحالة دي بتعرف باسم الليستقطاب اللي بيحصل فيها إن بيتلاشى فرق الجهد نتيجة زيادة أفزيط غشاء الليفة العضلية لعينات السوديوم عند استقباله لجزيئات الأستيال كولين بعد تحريرها من الحوصلات الموجودة في النهايات العصبية للخلايا العصبية بفعل أيونات الكلسام وفي الحالة دي العضلة بتكون منقبضة إنما حالة العودة إلى الراحة بتحصل بعد انتقال السيال العصبي بعد جزء من الثانية فبيكون السطح الخارجي لغشاء الخلية موجب والسطح الداخلي سالب والحالة دي بتعرف بحالة العودة إلى حالة الاستقطاب مرة أخرى واللي بيحصل إن فرق الجود بيعود إلى وضعه الطبيعي بفعل عمل إنزيم الكولين أستريز الذي يعمل على تحطين مادة الستايل كولين ويحولها إلى كولين وحمد خليك وبالتالي بيبتل عملها فيزول تأثير المنبئ وحالة العضلة في الوقت ده بتكون منبسطة مرة تانية تعالوا بعدك نشوف ألية انكباض العضلة في نظرية اسمها نظرية الخيوط المنزلقة للعالم هكسني والنظرية دي بتعتبر من أشهر النظريات اللي فسرت انكباض العضلات فرضية أو نظرية الخيوط المنزلقة بتعتمد على التركيب المجهري الضقيق لألياف العضلات بحيث أن كل ليفة عضلية بتتكون من مجموعة لوييفات وكل لوييفة عضلية بتتكون من نوعين من الخيوط البروتونية وهي خيوط الأكتين الرفيعة وخيوط الميوسين الغريزة العالم هكسلي استخدم المجهر الالكتروني في المقارنة ما بين ليفة عضلية في حالة انكباض وليفة عضلية تانية في حالة الراحة فلاحظ أن في حالة الانكباض بتنزلك الخيوط البروتونية المكونة للألياف العضلية فوق بعضها بالتالي بيسبب انكباض أو تقلص حجم العضلة بحيث أنه بتمتد من خيوط الميوسين روابط مستعرضة والروابط المستعرضة هي عبارة عن خيوط بيتم تكونها بمساعدة أيونات الكالسام بتمتد من خيوط الميوسين علشان تتصل بخيوط الاجتين الروابط المستعرضة بتشتغل زي خاططيف كده بحيث أن هي بتسحب المجموعات المتجورة من خيوط الاجتين باتجاه بعضها البعض وده بيحصل بمساعدة الطاقة المتخزنة في جزيات ATP فبينتج عن ذلك انكباض الليفة العضلية فتبدأ خيوط زد تتقارب من بعضها البعض أثناء الانكباض وبكده تنقبض العضلة والتغيرات اللي بتحصل عن أجزاء الليفة العضلية أثناء الانكباض العضلي كالآتي أول حاجة المنطقة المضيئة واللي رمزها I بيقول لطولها نتيجة تقارب خيوط الاجتين من بعضها البعض والمنطقة شبه المضيئة للرمزها H بيقل أو بينعدم طولها وده حسب قوة الانكباض والمنطقة الدكنة ولرمزها A بيفضل طولها زي ما هو والقطعة العضلية واللي اسمع الساركومير بيقول لطولها نتيجة تقارب خطوط زد من بعضها وخيوط الميوسين بينشأ منها روابط مستعرضة بتشتغل زي خططيف بتسحب المجموعات المتجورة من خيوط الاجتين والخيوط الاجتين بتبدأ أن هي تتقارب من بعضها البعض في اتجاه المنطقة شبه المضيئة فتقل للمنطقة المضيئة وخطوط زد بتتقارب من بعضها البعض فيقل طول القطعة العضلية بعد كده في حالة الانبساط يعني عند زوال المنبه بتبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الاجتين فتنبسط العضلة وده بيحصل عن طريق استهلاك العضلة لجزء من الطاقة المتخزنة في جزئيات ATP علشان تفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الاجتين فبتتبعت خطوط زد عن بعضها وترجع القطع العضلية إلى طولها الأساسي وبالتالي بنستنتج أن عملية اتصال الروابط المستعرضة بخيوط الاجتين أثناء الانكباض وعملية انفصالها عن خيوط الاجتين عند الانبساط بتحتاج إلى طاقة ولو نعمل مقارنة ما بين الليفة العضلية في حالة الانكباض وفي حالة الانبساط تبكى لنظرية الخيوط المنزلقة هنقول أن الروابط المستعرضة الممتدة من خيوط الميوسين بتتصل بخيوط الاجتين وبعد كده بتسحبها باتجاه بعضها البعض فبتنقبض العضل وبتتقرب خيوط زد من بعضها فيقلي طول القطعة العضلية والعملية دي بتحتاج إلى الطاقة المختزنة في جزئيات ATP إنما الليفة العضلية في حالة الانبساط اللي بيحصل أن الروابط المستعرضة في خيوط الميوسين بتتعد عن خيوط الاجتين فتنفصل خيوط الاجتين عن خيوط الميوسين وتنبسط العضل وخطوط زد بتبدأ أنها تتبعد عن بعضها فتعود القطعة العضلية إلى طولها الأساسي وبرضو العملية دي بتحتاج إلى الطاقة المختزنة في جزئيات الATP ولكن بعد كده كان فيه قصور في نظرية الخيوط المنزلقة بسبب أن النظرية الخيوط المنزلقة فصرت انكباض العضلات الهيكلية اللي هي المخططة ولكنها ما يدرتش تفسر ألية انكباض العضلات الملساء بالرغم من وجود بعض التقارير العلمية بتشير إلى أن الخيوط البروتونية في ألياف العضلات الملساء بتتكون من نوع بيشبه إلى حد كبير الخيوط الأكتينية في العضلات الهيكلية الوحدة التركيبية للعضلة العيكلية هي الليفة العضلية والوحدة التركيبية للليفة العضلية هي الكطعة العضلية فتبقى أصغر وحدة انكباض هي الكطعة العضلية إنما الوحدة الوظيفية للعضلة العيكلية هي الوحدة الحرقية وإحنا شرحنا الليفة العضلية والكطعة العضلية فاضل كده الوحدة الحرقية والهدف من دراسة الوحدة الحرقية هو التعرف على المظاهر الميكانيكية لعملية الانكباض العضلية لأن انكباض العضلات هو عبارة عن محصلة انكباض جميع الوحدات الحرقية المكونة للعضلة الوحدة الحرقية بتتكون من مجموعة من الألياف العضلية والخلية العصبية اللي بتغذيها فلما يدخل الليف العصبي الحرقي إلى العضلة بيتفرح إلى عدد كبير من الفروع العصبية داخل العضلة وكل الليف عصبي حرقي بيغذي عدد بيتراوح من 5% من الألياف العضلية وده بيحصل بواسطة التفرعات النهائية للليف العصب الحرقي اللي بيتصل الواحد منها بالصفائح النهائية الحرقية للليف العضلية في مكان يعرف باسم الوصلة العصبية العضلية الوصلة العصبية العضلية أو التشابك العصبي العضلي هو عبارة عن موضع أو مكان اتصال تفرع نهائي لليف عصبي حرقي بالصفيحة النهائية الحرقية للليف العضلية وبكده لو احنا عايزين أقل عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية بنقسم عدد الألياف العضلية على 100 ولو عايزين أكبر عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية بنقسم عدد الألياف العضلية على 5 فمثلا لو بيقولك عايز أقل عدد من الوحدات الحرقية في عضلة الهيكلية بتتكون من 1000 ليف عضلية يبقى نقسم الألف على 100 هتدينا 10 وحدات حرقية ولو عايز أكبر عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية المكونة من 1000 ليف عضلية بنقسم 1000 على 5 فيدينا 200 وحدة حرقية نجي بعد كده لتفسير الإجهاد العضلة إجهاد وتعب العضلة بيحصل بسبب انكباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وده لأن الدم ما بيقدرش ييني للإكسوجين بالسرعة الكافية علشان يوفر للعضلة احتياجاتها من التنفس وإنتاج الطاقة فبتلجأ العضلة إلى تحويل مادة الجلايكوجين اللي متخزنة فيها إلى الجلوكوز وبيتم أكساته بطريقة التنفس اللاهوائي مع العلم أن التنفس اللاهوائي للعضلة بيدينا 38 جزء من الـ ATB ولكن التنفس اللاهوائي للعضلة بيدينا 2 جزء بس من الـ ATB فلما تلجأ العضلة لعملية التنفس اللاهوائي بيتراقم حمض اللاكتيك اللي بيسبب تعب وإيجاد العضلة وكمان تناقص جزيئات ATB من 2 ATB بدل ما يكون 38 بيؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستهرضة عن خيوط الاكتين لأن انفصال الروابط المستهرضة بيحتاج برضو الطاقة من المتخزنة في جزيئات الـ ATB فلما تقل جزيئات الـ ATB بتفضل الروابط المستهرضة مرتبطة بها وبتظن العضلة في حالة انكباض مستمر وبالتالي بتكون غير قادرة على الانبساط مما يسبب حدوس الشد العضلي المؤلم طيب وإزاي بيحصل زوال الاجهاد العضلي لما العضلة بتستريح بيوصل لها كمية كافية من الاكسجين فتقوم العضلة بالتنفس الهواي وينتاج كمية كبيرة من جزيئات الـ ATB فتعمل على انفصال الروابط المستهرضة عن خيوط الاكتين مما يؤدي إلى انبساط العضلة وبالتالي بتبدأ العضلة من جديد في تتابع من الانكباضات والانبساطات وكمان لازم نلاحظ أن الشد العضلي ممكن يحصل بسبب وصول النبضات العصبية غير الصحيحة من المخ إلى العضلات مما يتعارض مع العداية الطبيعي لوظفتها وكمان الشد العضلي الزائد عن الحد ممكن يتسبب في حدوث تمزق للعضلات وحدوث نزيف دمه وتعالا نعمل مخطط كده بشكل مختصر يوضح سبب كل من الاجهاد العضلي والشد العضلي لما بيحصل بازل موجود عنيف بيؤدي إلى انكباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وده بيسبب نقص الاكسوجين في العضلات فبتلجأ العضلة إلى التنفس اللاهوائي والتنفس اللاهوائي بيسبب تراكم حمد اللاكتك اللي بيؤدي إلى الإيجاد العضلي كمان التنفس اللاهوائي بيسبب تلاقص جزيئات الـ ATP لأنه بيتكون عمله 2 ATP بدلا من 38 ATP في التنفس اللاهوائي والتلاقص جزيئات الـ ATP بيؤدي إلى الشد العضلي بسبب أن الروابط المستعرضة ما بتلاقيش جزيئات ATP علشان تنفصل عن قيوط الاكتين وبكده نبقى خلصنا الجزء الخاص بشرح الحركة في الإنسان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعبيروا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وتشيروا الفيديو لكل أصحابكم علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة